مشاهدين دعونا نبدأ هذه الساعة الإخبارية من العاصمة وارسول لنتحول إليها الآن مباشرة لمتابعة هذه الصور من العاصمة البولندية لمظاهرات حاشدة وتقوم بها المعارضة معارضة الحكومة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة المفترض أن تكون في الخامس عشر من أكتوبر الجاري إذن حسب معلومات رسمية ومسؤول رسمي في وارسول يقدر عدد الحشود في هذه المظاهرات اليوم بالمليون متظاهر في هذه المسئلة الآن نتابع هذا زعيم المعارضة دونالد توسك وهو رئيس السابق للمجلس الأوروبي ورئيس وزراء بولندا السابق كذلك وهو زعيم حزب المنصة المدنية المعارض حاليا دونالد توسك هذه المظاهرات تأتي احتجاجا على سياسات الحزب الحاكم حزب القانون والعدالة واللي يعتبر من المحافظين وهذا في مسعى من المعارضة للإطاحة بالمحافظين في هذه الانتخابات بطبيعة الحال كما أشرنا عدد من المحتجين يرفعون عدد من الأعلام الوطنية وريات الأحزاب والجمعيات السياسية ولافتات أيضا تحمل شعارات سياسية واجتماعية عدد من المتظاهرين عدد كبير يعني يطالبون بعدد من الإصلاحات الاجتماعية وحماية حقوق الأقليات وغيرها وذلك في مواجهة قانون أو حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا وحرمانه من وصوله أو الفوز بولاية ثالثة الحزب الحاكم حاليا بطبيعة الحال يفرط تحديات حتى على الاتحاد الأوروبي بشكل عام فيما يتعلق بحسب ما تقول بيوكسل يعني مواجهة الديمقراطية أو تراجع الديمقراطية على مستوى البلاد خاصة وأنه حسب المعارضة وحسب توس فهو يتهم المعارضة أو الحكومة بأنها تواجهه بعنف وأنها يعني تسعى إلى مواجهته والإطاحة به والتديق عليه وعلى عدد كبير من المتابعيه هذه مسيرة المليون قلب حسب ما وصفها عدد من المعارضين والمؤيدين للمعارضة السياسية أو المعارضين السياسيين لحزب القانون والعدالة أيضا تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك في يونيو الماضي مظاهرة مشابهة مسيرة مشابهة لكن التقديرات الرسمية كانت تفيد بمشاركة حوالي نصف مليون حينها في هذه المظاهرة الآن نتحدث عن ضعف الأرقام بشكل عام ويجد تجر الإشارة أنه عندما نتحدث عن زعيم المعارضة هذا الذي نتابعه في الإشارة هو في الصورة هو يضع هذه الموازنة أمام ناخبيه هو إما طرد الحزب الحاكم أو أن تطرد بولندا من الاتحاد الأوروبي موسيقى موسيقى موسيقى